عمدت السعودية منذ نهاية العام الماضي إلى إجراء إصلاحات هيكلية في غالبية قطاعاتها الاقتصادية ضمن خطة تنموية عملت المملكة على انتهاجها أخيراً بهدف ضبط نفقاتها المالية والخروج من دائرة الاقتصاد الريعي والتي شكل موضوع التوطين فيها أحد أهم أضلع هذه الخطة أهمية تجلت في توجه المملكة أخيراً إلى إلزام الشركات الأجنبية بعدم تجاوز العمالة الوافدة نسبة 25% من العاملين في الشركة على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المديرين والأخصائيين و15% من الفنيين والعمال أو بالعكس وذلك في الوقت الذي يصل فيه إجمالي عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص في السعودية إلى 9.67 ملايين عاملاً أجنبي خطوة لم تكن الأولى في هذا المجال إذ سبقها العديد من الخطوات لدى الجهات المسؤولة في المملكة بدءاً من قرار وزارة العمل توطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها ومروراً بإنشاء برنامج التوطين الموجه والذي استهدف تحديد مسارات التوظيف المستقبلية في السعودية وانتهاءاً بتوجه وزارة العمل بالتعاون مع جهات حكومية لتوطين 6 أنشطة جديدة والتي من المتوقع أن تشمل العقارات والسياحة وصيانة الحواسيب وقطاعات أخرى الاهتمام السعودي المتصاعد بهذا المجال يعكس رغبة قوية في القضاء على مشكلة البطالة المتصاعدة بين فئات الشباب السعودي الأمر الذي قد يعكس أملاً قريباً لدى فئات المجتمع السعودي بقرب الانتهاء من أحد أبلز مشكلاتهم